تسريبات إيرانية سرية توضح ما هو قادم تجاه العراق مع أبرامي وتنفيذ الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران هذه التسريبات هي نسبت لعلي باقري كوني كبير المفاوضين الإيراني الرجل تحدثت الأوساط الإيرانية منذ مساء الخميس الماضي مثل موقع إصلاحات برس على سبيل المثال الذي سرب الكثير من التفاصيل التي قالوا بأن علي باقري كوني تحدث فيها بشكل واضح أثناء جلسة خاصة بل أن أيضا إيران انترناشنال أكدت بأنها تحصلت على التسجيل الصوتي لما تحدث عنه علي باقري كوني تحديدا من هذا الاتفاق النووي وكيف سيتم إبرامي الأمور وتنفيذها وكذلك وردت مسألة هي ترتبط بالعراق بشكل مباشر وبشكل واضح خاصة وأن العراق يأتي بحدود كبيرة للغاية مع إيران بألف وأربعمائة كيلو مترا وهناك نفوذ واضح للجميع وبالتالي ما ذكرت إيران انترناشنال وناقلته من هذا التسجيل الصوتي لي علي باقري كوني في المسألة العراقية تحديدا هو الآتي إيران رفضت المطالب الأمريكية المرتبطة بسياسات وإجراءات إيران الإقليمية بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه المفاوضات مع إيران كانت فعلا تحاول بعملية إنهاء مسألة النفوذ الإيراني في المنطقة بشكل عام ومناقشة إيران فيها وطبعا التي تتم ويقودها بشكل واضح الحرس الثوري الإيراني وفيل قدس الإيراني بشكل كبير ومعروف هذا الأمر ولكن هناك مسألة أخرى أيضا ذكرت من خلال هذه التسريبات أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحاول من مسألة إنهاء ومفاوضة إيران حول الصواريخ الباليستية الوقت كان يمر والمماطلة الإيرانية واضح جدا بأنها نفعتهم كثيرا مع مرور الوقت لأنهم كانوا يتقدمون نوويا بشكل واضح خاصة بوليورانيوم بنسبة 60% أضافوا أجهزة طرد مركزية متقدمة للغاية وأصبحوا أقرب من أي وقت مضى للوصول إلى القدرة للوصول إلى القنبلة النووية بل إن إيران بدأت تتحدث بأن رديها القدرة للوصول إلى القنبلة النووية المسألة مسألة قرار بالنسبة إليها وإجب أن ننتبه أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أساسا إحدى أهم وعوده الانتخابية التي وضعها في السياسات الخارجية هي العودة للاتفاقية النووية ومنع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية هذا هو أهم شيء بالنسبة للرئيس الأمريكي وخاصة أنه أصبح واضحا بالنسبة إليه بأنه أصبح قريبا من انتخابات الكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن والحزب الديمقراطي هذه مسألة مهمة ومصيرية في مواجهة الحزب الجمهوري على مستوى مجلسي النواب وشيخ وبالتالي العودة الآن لهذه الاتفاقية النووية سيكون في وقت مهم سيحقق نتيجة مهمة بالنسبة إليه وعلى هذا الأساس هم قاموا بحسب التسريبات التي جاءت من الإيران انترناشنال وكذلك موقع إصلاحات فرس والعديد من الأبساط الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالاستغناء عن مسألة السياسات الإقليمية الإيرانية أي أنها لن تتدخل في هذا الأمر أي أن إيران ستنطلق في مسألة سياساتها الإقليمية كما تريد من دون أي إزعاج من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى على مسألة الصواريخ الباليستية ونظامها الصاروخي على المستوى العملي أصبحت العودة للاتفاقية النووية واضحة للغاية كيف لي هذا الأمر أن يكون حقيقيا؟ فإن بالنسبة للعملة الإيرانية الآن الريال الإيراني بحسب أيضا مصادر اقتصادية قادمة لإيران انترناشنال أكدت في سوق طهران للتحويلات حاليا في داخل إيران فإن بالنسبة للأموال والريال الإيراني كان على مستوى 330 ألف ريال إيراني للدولار الواحد في يونيو الماضي الآن اختلفت الأمور وجاء التقرير الذي نشر اليوم بأن الريال الإيراني أصبح أقوى بـ 280 ألف ريال إيراني للدولار الواحد وهذا سيساعد كثيرا على مستوى مواجهة التضخم الموجود في إيران بنسبة 54% وكذلك وسيساعد كثيرا أيضا إيران في مواجهة عملية الغلائف الأطعمة الذي عانوا منه كثيرا ارتفاع الأطعمة في داخل إيران والمواد الغذائية ارتفع بمستوى 100% من العام الماضي إلى يومنا هذا وبالتالي هذه توضح نقاط مهمة جدا ومؤشرات بأن العودة الالتفاقية النووية أصبحت واضحة بل الأكثر وضوحا والمؤشر الأكثر وضوحا أن العملة الصعبة لإيران وتخزينها وحصولها على العملة الصعبة ارتفع كثيرا من خلال هذا الجدول الذي ترونه الذي نشر في الأوساط الإيرانية بشكل واضح كما نلاحظ هنا كانت إيران تمتلك 122 أكثر من 122 مليار دولار في عام 2018 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب في هذه السنة كما نعلم ولاحظ الانخفاض الكبير وصلوا إلى 14 مليار دولار بل إلى 12 مليار دولار في عام 2020 مع فوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدأوا ارتفعوا طبعا إلى 21 مليار دولار والآن أصبحوا يمتركون اليوم أكثر من 41 مليار دولار مؤشرات واضحة جدا عملية بأن العودة للاتفاقية النووية أصبحت حقيقية المسألة مسألة وقت وهناك التاريخ سنرى كما هو واضح قد تكون الأسبوعين القادمة مهمة جدا بالنسبة لهذه المسألة على قضية العودة للاتفاقية النووية كذلك ما هو مرتبط وما هو مهم بالنسبة للعراق بأن الحرسة الثورية الإيرانية الآن بتفاصيل قادمة من مسؤول أمريكي صرح إلى السيئنان الأمريكية مؤخرا بأن إيران تنازلت عن مسألة رفع الحرسة الثورية الإيراني من قوائم الإرهاب وهذا ما قاله إيران في ردها على مسودة الاتفاق النووي المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي لم تطالب برفع الحرسة الثورية الإيراني من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية حتى أن رجلا مهما وهو سعيد ماراندي هو مستشار الوفد الإيراني المفاوض في هذه المفاوضات النووية أكد أن الحرسة الثورية الإيرانية أساسا لم يكن شرطا في هذه الاتفاقية النووية أي شرطا معرقلا أنه أما أن ترفع الحرسة الثورية الإيرانية من العقوبات ونعود للاتفاق النووي أو لا نعود من الاتفاق النووي بمعنى أخر أن الحرس الثوري الإيراني لم تكن مسألته بحسب سعيد مراندي هي مسألة محورية للعودة لهذه الاتفاقية النووية وما الذي يعني هذا هو يعني بأن الآن إيران تمتلك الكثير مع العودة للاتفاقية النووية أن الحرس الثوري الإيراني معاقب وليس لديه أي شروط نهائيا يمتلك السياسات الإقليمية في عملية التغلغل كما يريد في أي دولة يريد في ظل الأموال التي سيتحصل عليها طبعا من الاتفاقية النووية بالإضافة إلى ذلك إلى إيران إنترناشرال وكذلك موقع إصلاحات برس الذي سرب الكثير مما كان هو قادما من كبير المفاوضين الإيراني علي باقري كوني بأن واحد من التفاصيل التي نشرت الأسبوع الماضي من الأوساط الأمريكية أصبحت واقعا الآن من هذه المصادر بأن الشركات التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني ولكنها ليست تابعة للحرس الثوري الإيراني يمكنك التعامل معها يمكن للشركات العراقية أن تتعامل معها يمكن للبنك المركزي العراقي أن يمرر الأموال منها وغيرها وهذا يفتح الباب بحسب مخاوف أمريكية أن يكون الحرس الثوري الإيراني وأن يفتح شركات وهمية تعتبر ويعتبرها ويمثلها أو يقوم بالترويج بأن هذه الشركات هي ليست تابعة له ولكنها تتعامل معه وبالتالي يحصل على الأموال بشكل مباشر وبالتالي هناك سيطرة كبيرة للغاية ستكون قادمة لإيران مع أبرامل اتفاقية النووية وتنفيذها القادم والملتقى وهذا ما جعل الأصوات الجمهورية مثل مورغان أورتيغس التي كانت متحدثة سابقا في وزارة الخارجية الأمريكية وجدت بأن إيران ستنطرق تماما في الشرق الأوسط وستسيطر وستزيد من قوتها في ظل هذه التفاصيل التي ذكرت وقالت الآتي إدارة بايدن تريد تقديم الأموال لإيران مما سيؤدي إلى المزيد من الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم كذلك أن الخبراء الغربيين والأوساط الغربية قلقة جدا تحديدا فيما يتعلق في العراق على سبيل المثال سايمون تيزدل هذا الرجل هو أحد الخبراء في الشؤون الخارجية الأمريكية والشؤون الخارجية الغربية بشكل عام على الغارديان البريطانية أكد بأن إيران الآن وأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال العودة للاتفاقية النووية مع إيران لن تتمكن من ترويض إيران نهائيا وهذا ما ذكره عن العراق تحديدا في هذه الفترة قال الوضع الأكثر تعكيرا في الوقت الحالي هو حالة عدم الاستقرار الهائلة التي تهزى العراق والناجمة عن التنافس بين الأحزاب والفصائل المدعومة من طهران والسيد مقتدى الصدر المناهض لإيران والمناهض للولايات المتحدة أن محاولات الوساطة الإيرانية الذاتية لم تصل إلى أي نتيجة والواضح بأنه محق للغاية حيث أن السيد مقتدى الصدر في واحدة من آخر تغريداته المهمة وضح بأنهم قدموا مقترحا للأمم المتحدة من أجل أن تكون هناك جلسة حوار بل مناظرة مع الفرقاء السياسيين وتكون علنية وواضحة للجميع والشعب العراقي ولكنه أكد في نفس الوقت بأن الوسيط لم يعطي جوابا يغني أو يسمن من جوع وأن هناك ستكون خطوات قادمة للتيار الصدري في ظل عدم وجود حل نهائيا بل أن الإطار التنسيقي بشكل مفاجئ رد على هذه التغريدة ووضع سيدة حنان الفتلاوي لكي تقوم بعملية المناظرة بنفسها وبالتالي الخلافات لا زالت حاضرة في الداخل العراقي وواضح جدا من خلال هذه التفاصيل أن الأمور ستطول في العراق وقد يكون هناك إبراما وتنفيذا للاتفاق النووي والعراق لم يصل إلى هذا المستوى وعلى هذا المستوى ويجب أن ننتبه إلى مسألة التفاصيل التي نشرت من إيران انترناشنال وكذلك هذه الأوساط الإيرانية من التسريب القادم عن علي باقري كوني وهو كبير المفاوضين الإيراني بهذا التسجيل الصوتي الذي تحدثت عنه هذه المصادر عن طبيعة التنازلات المرتبطة بإيران وما الذي سنشهده كيف سيتم تطبيق هذا الأمر وما الذي يجب أن نتوقعه عندما نسمع الأنباء عن أن هناك نجاحا في إبرام الاتفاق النووي بحسب هذه التفاصيل وحسب هذه المصادر أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بمجرد عملية إبرام هذه الاتفاق مع الدول جميعا عن الاتحاد الأوروبي روسيا وغيرها فمن مجرد القيام بهذه العملية ستكون هناك عددا من الإجراءات الحاضرة واحدة من الإجراءات المهمة هي مرتبطة برفع ثلاث قرارات تفذية قام بإقرارها الرئيس الأمريكي السابق دونالد جي ترامب متعلقة بعقوبات ضد إيران وسيكون هناك رفعا للعقوبات لسبعة عشر بنكا ومصرفا ومؤسسة اقتصادية في الداخل الإيراني تمت معاقبتها في زمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه هو الذي عاقب هذه البنوك كذلك بالنسبة لهذه ومجرد إبرام هذا الاتفاق بحسب التفاصيل التي نشرت عن كوني تحديدا أكدت بأن عملية إبرام الاتفاق ستمر بأربعة مراحل وستكون على فترتين كل فترة ستكون عبارة عن ستين يوما أبرز ما جاء في هذه الأشهر وما يجب أن ننتبه إليه بأن بالنسبة لإيران الستين يوما الأولى هي ستتحقق من جميع رفع العقوبات وبأن كل شيء تم تطبيقه قبل تنفيذ هذا الاتفاق هذه هي أول ستين يوما بالنسبة لإيران كذلك أن الأربعة أشهر الأولى خلال إبرام هذا الاتفاق وليس تنفيذه سيكون هناك وسيسمح لإيران ببيع 50 مليون برميل نفط بالإضافة إلى ذلك إلى رفع 150 بنكا ومؤسسة اقتصادية إيرانية سترفع عنها العقوبات بأكملها وكذلك سيتم توفير 7 مليارات دولار من كوريا الجنوبية أموال مستحقة لإيران سترفع عنها العقوبات وستدخل في أرصدة إيران بالإضافة إلى ذلك بأن بعد هذه المسألة وتوفير 7 مليارات إلى هذه البنوكة الإيرانية ويعادتها لإيران ستأتي بشرط أن يكون هناك تبادل أسرى إيرانيين مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر لاحظ كم من قضية سيتم وستتم عملية النظر فيها بالنسبة لهذه المسألة وبعد ذلك بأربعة أشهر سيبدأ تنفيذ الاتفاق بعد انتهاء هذه الأربعة أشهر لاحظ الأموال الكبيرة بالإضافة إلى المائة مليار دولار التي ستتوفر أساساً من هذا الاتفاق النووي وكذلك وما وماذا عن المسألة الضمانات التي تبحث عنها إيران وهي التي لا زالت الأمر المتوقف الأمر الذي يوقف الولايات المتحدة الأمريكية الآن وتدرس الولايات المتحدة الأمريكية هذه الضمانات واحدة من التفاصيل التي ذكرت بأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون ملزمة في زمن الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن حتى لحظة الانتخابات حتى لحظة خسارته من رئاسة الولايات المتحدة أن يلتزموا بهذا الاتفاق الذي يبرم وأي رئيس أمريكي قادم فإن مثلا كان دونالد ترامب أو أي رئيس جمهوري فغير مسموح له بالانسحاب من الاتفاقية النووية كما فعل في عام 2018 قرارات أحادية غير مسموحة أبدا من يقوم بعملية آلية السناب باك أو آلية فض النزاع كما هو مطروح في المفاوضات النووية هي بيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي من تقرر هذه المسألة وليست الولايات المتحدة الأمريكية وإذا ما قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب من الاتفاقية النووية فهي من حقها أن تقوم بهذا الأمر ولكن بموجب هذا الاتفاق فأن جميع الدول الموجودة في هذه الاتفاقية يجب أن تعوض إيران عن كل الخسائر التي ممكن أن تأتي من هذه العقوبات النووية وبالتالي نحن أمام عزل واضح للولايات المتحدة الأمريكية إذن ما الذي كسبته الولايات المتحدة الأمريكية الواضح حتى هذه اللحظة من تسريبات إيران إنترناشنال وهذا الموقع الذي تحدثنا عنه وهو موقع إصلاحات بريس والأوساط الإيرانية أن الولايات المتحدة ستتمكن من منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية وكذلك إبقاء الحرس الثوري تحت قوائم الإرهاب ولكن ما هو مثير أيضا في هذه المسألة أن الحرس الثوري الإيراني ستكون هناك مفاوضات بعد الانتهاء من النجاح من العودة للاتفاقية النووية سيكون هناك النظر في مسألة الحرس الثوري ورفعه من قوائم الإرهاب لأن الأمر جاء في فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهذا ما نشر من إيران إنترناشنال من هذه التسريبات قالت سيبحث موضوع رفع الحرس الثوري الإيراني أو سيبحث موضوع رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية للولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضات أخرى بعد إحياء الاتفاق النووي ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ هذا الأمر ببساطة أن بمجرد إيران ستوقع هذا الاتفاق النووي مع كل التفاصيل التي ذكرت إيران ستتمكن فعلا من تقوية أطرافها السياسية أذرعها المسلحة بشكل كبير وستواجه في ظل عدم وجود الولايات المتحدة الأمريكية نهائيا في مسألة السياسات الإقليمية التي تتمتع بها في المنطقة حتى بالنسبة للحوثين وجماعة الحوثي في اليمن وبالتالي أي تحدي مع الإطار التنسيقي والسيد مقتدى الصدر سيكون طبعا التحدي للنفوذ الإيراني قلقا وصعبا للغاية وبالتالي إن استمر هذا التحدي وأبرمت هذه الاتفاقية سيعني أن إيران قد تمتلك ليد العليا في ظل أن الأموال والسلاح وغيرها من هذه التفاصيل الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون متدخلة فيها وهنا تطرح الأسئلة كيف سيواجه العراق هذه المسألة بما أنها أصبحت واقع حال بالنسبة لطبعا الاتفاقية النووية التي نتحدث عنها وكذلك الأسئلة المهمة التي تطرح حول هذه الاتفاقية النووية كيف ستترتب في الفترة القادمة